يقول سؤال استاذ وليد لم أشاهدك تخطئ إدارة الهلال في عملها بتوقيع عقد ومخالفة الأنظمة بالعكس اليوم تبرر لهم وأنهم اتخذوا احتياطهم هكذا ما هكذا يعني هكذا تورد الإبل تشجع على مخالفة النظام وتبرر له عجبي شوف أنا بعطيك رأيي في الموضوع كابتن محمد كنو محترامي وتقديري ليس اللاعب اللي راح يفرق فرق كبير ويفوز أي نادي بالدوري هو جزء من منظومة وشوف غيابه مع نادي الهلال ليلال ثلاث مباريات ما شاء الله ما شيء ولا حاسب غيابه مو معناه أن اللاعب قيمته الفنية ما حدودة لا بس ما هو اللاعب اللي يعاد الفريق هو أحد العناصر المهمة فبالتالي أنا أعتقد اللاعب لو كان مش في الهلال ما كان يمكن جاله عرض هذا واحد اثنين أنا ما أعيد فكرة أن الأندية المتنافسة يعني الاتحاد يبغي ياخذ غريب من الأهلي من الأهلي ها النصر ياخذ الهلال ياخذ بس الاتحاد ياخذ غريب من الأهلي الأهلي ياخذ مثلا نقول مين من السعودين شنقيطي فهد المولد ياخذ من الاتحاد أنا ما أعيدها الهلال والنصر لم يسبق ان تمت بينهم صفقة من العيارة بس في محاولات شفت من أيام سعود السويلم وما تلاها من إدارات كان هناك حرص كبير ناصر إصراوي في عدة صفقات أني أخذ نجم من الهلال هذه الفكرة أنا ضدها أنا لا أؤيدها تمام تقول لي احتراف أوكي عندك الضر الله واسعة إلا تبي تاخذ من ذا الفريق عشان تقول أنا أخذت نجم من نجومك طب ما قدرت عشان كذا أنا أعتقد كل ما فعله الهلال كان دفاعا عن النفس ترجمة نانسي قنقر